رد الفعل هو النفح القاطع لما اسمته أوكرانيا ما زاعم بريغوجن وروسيا بالسيطرة على مدينة باخمط أكد المتحدث باسم العمليات الشرقية سيرهي شريفاتي بأن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المناطق الغربية الجنوبية من مدينة باخمط وأن القوات الأوكرانية لا تزال تصد الهجمات الروسية وأكد بأن القوات الروسية ومليشات فاغنر لا تزال تستهدف المواقع الأوكرانية بالقذائف والصواريخ وكافة أنواع الذخيرة في محيط المدينة ولكن أكد بأن الأولوية الروسية هي السيطرة تحديدا على المدينة وأكد بأن القوات الروسية تدفع بالمزيد من العناصر والكتائب البرية والمظليين والمحترفين من الكتائب العسكرية الروسية وليس فقط مليشيات فاغنر وأيضا هناك مليشيات أخرى تستخدمها روسيا من أجل السيطرة على المدينة التي تخوض معركة منذ أكثر من 11 شهرا من أجل السيطرة على هذه المدينة الصغيرة ومن أجل أن تكون مفتاحا للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسلفيانسك في الشمال من إقليب دانيتسك أيضا كان هناك تصريح آخر لهانا ملارا ناطقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية التي أكدت بأن الوضع حرج وصعب ولكن أكدت بأن روسيا تعمل على خداع العالم من أجل السيطرة على باخموت وأكدت بأن القوات الأوكرانية لا تزال تصد الهجمات الروسية في المدينة وتحديدا في منطقة الساملوت في الضواحي الجنوبية الغربية هذا يأتي تزامنا مع أعلانات سابقة للقيادة الأوكرانية وقيادة عمليات الشرق بأن القوات الأوكرانية تقدمت 20 كيلومترا مربعا خلال الأيام الماضية وأن القوات الروسية تركت بعض المواقع وتم أثر عدد من الجنود في المدينة قبل عدة أيام يأتي أيضا تزامنا مع استهدافات أخيرة لمدينة سلافيانسك القريبة من باخموت وايضا استهدافات للمنطقة الشرقية تحديدا في كوبيانسك وليمان وأكد بيان هيئة الأيكان العامة لقوات المسالحة الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية صدت 80 هجوما في خمس محاور هي ليمان باخموت أبديفكا ومارينكا خلال 24 ساعة الماضية هل من تعليق معتصم من أوكرانيا حول الفيديو الذي تحدث فيه رئيس مجموعة فاغنر لأنه يتحدث من وسط مدينة باخموت نعم كما ذكرنا تعليقين سيري شريفاتي نفى هذا الفيديو وأكد بأن كامل المدينة لم تسيطر عليها ميليشيات فاغنر إنما تحاول ولا تزال تحاول السيطرة على هذه المدينة ولكن في الأطراف وتحديدا كما ذكرنا الجزء الغربي والجنوبي لا تزال القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية وذكر بأن الوضع صعب لم ينفي بأن الوضع هناك صعب ولكن القوات الأوكرانية لا تزال تصد هذه الهجمات الروسية وتحاول الدفاع عن مواقعها في الضواحي الجنوبية الغربية من المدينة نعم هل أيضا من تعليق على الهجمات التي حدثت اليوم؟ التعليق هو بأن روسيا لا تزال تستهدف المزيد من الأراضي الأوكرانية ومعظم الهجمات هي لا تستهدف مواقع عسكرية وإنما مواقع مدنية كان هناك استهداف في مدينة كييف باستخدام طائرات شاهد إيرانية الصنوع أدى إلى حريق في أحد المجمعات السكنية في حي نيبرو بيتروفسكي وسط كييف لم يتم الإعلان الإصابات إنما هي إضرار بسيطة وأكدت الدفاعات الجوية بأنها أسقطت جميع الأهداف المعادية 20 طائرة مسيرة إيرانية وطائرة استطلاع تم إسقاطها جميعا حسب ما أعلنه عمدة المدينة فيتالي كليتشكو